بدأت العلاقات المصرية الكرواتية رسمياً عندما اعترفت مصر بكرواتيا المستقلة عن يوغزلافيا في السادس عشر من إبريل ألف وتسعمائة اثنين وتسعين وأقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية في الحادي من أكتوبر ألف تسعمائة اثنين وتسعين وتؤيد كرواتيا مصر في معظم القرارات التي تتقدم بها في المحافل الدولية وتتبادل تأييد معها في الترشيحات للوظائف الدولية أهمية كبرى تكتسبها العلاقات المصرية الكرواتية في ظل حرص البلدين على مواصلة العمل لتطويرها وتعزيز التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية العلاقات المصرية الكرواتية بدأت رسمياً عندما اعترفت مصر بكرواتيا المستقلة حديثاً عن يوغزلافيا وذلك في السادس عشر من أبريل عام الف وتسعمائة وثين وتسعين وأقامت الدولتين العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر من العام ذاته مواقف الدولتين تتسم بالتناغم السياسي والتنسيق المشترك ففي المحافل الدولية تؤيد كرواتيا مصر في معظم القرارات التي تتقدم بها وتتبادل التأييد معها في الترشيحات للوظائف الدولية وتتويجاً لهذه العلاقات المميزة أصدر البرلمان الكرواتي قراراً بتشكيل مجموعة الصداقة مع مصر دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والتبحث حول عدد من القضايا ملفات دائماً ما تتصدر المناقشات بين مصر وكرواتيا في جميع اللقاءات والاتصالات بين البلدين حيث تعددت اللقاءات بين القيادة السياسية ومسؤول البلدين فكان أهمها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 بالرئيسة الكرواتية كوليندا كيتاروفيتش على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة السبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وهو اللقاء الذي أشادت فيه الرئيسة الكرواتية بمشروع افتتاح قناة السويس الجديدة بل وأبدت رغبة بلادها في تعزيز التعاون بين مواني بلادها وإدارة القناة وعلى مستوى العلاقات الخارجية تعددت لقاءات الدبلوماسية المصرية والكرواتية فوزير خارجية البلدين دائما ما يركزان في مباحثاتهما على القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل وعلى تطوير العلاقات فضلا عن التوافق على الاستمرار في التنسيق المشترك بالمحافل الدولية بما يحقق مصالح ورؤى الدولتين